السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم جميعاً ياربكم بأحسن صحة وحال ويسعد مساكن أينما كنتم هذا إن شاء الله جاء لكم وصفة جميلة جداً جداً هي مش يتكلف وموجودة في كل بيت يعني تعتبر متاحة عايزين طمط ماء أي حجم طمط بس الطمط ماء كده تكون حملة وحبها عايزين سكر وعايزين كمان نشا السكر ونشا الطماطم فوائدها كتير جداً جداً بتعالج كل مشاكل البشرة لإنها طبعاً بتحسن نسيق البشرة فبتديك لي جمال غير طبيعي كمان بتحتوى على نسبة عالية جداً من اللوكابيل وهو أحد مضادات الأجسادة القوية جداً اللي بتحمل البشرة طبعاً من الأشعة فوق البنفسية وبالتالي اللي هنستفاده مثل من الطماطم كطماطم بس هنستفاد طبعاً إنه نحن أخلنا علامة الشيخوخة استفادنا الفيتامين اي وفيتامين جي اللي هو وهو في الطماطم اللي يهاني بمضادات الأجسادة بيعالج الإسمرار وفي الطبعاً اللي هي بشرة مشركة بفتح من البشرة بيزيل إفرازات الزيوت حتى البشرة الحساسة ممكن جداً إنها تطبق الماس كده أهم حاجة انتبه ليه ده انت ممكن جداً تاخد طماطمية كده وتفرج بها إيدك تفرج بها بشرتك بالشكل ده تمام؟ هي الوحدة ممكن تقدلك الغرض بغض النظر عن السكر وبغض النظر عن المشابرطنجي ده السكر بني أول مرحلة معانا هنأخدها إن احنا نعمل لعملية تأشير طبيعية فعملية التأشير الطبيعية بتكون كالأتي هنخرس التماثمية كده نحاول إن نضغط عليها ضغطتين عشان بتقدر تاخد مزينة أكبر جزء ممكن بالشكل ده تمام؟ هنضعت بها البشرة حركات دائرية ده كده ده في أول المسك تمام؟ وبنسيبها السكر على الطمطنج بنسيبه مش أقل من ديها منقرد ما بتفرك بس فارقة نعمة نعمة جدا بتغسل وشك عادي داني حاجة معانا إن احنا بناخد برضو الطمطنج بنحاول إن احنا نخرج ميتها تمام؟ عشان تقدر تاخد لنا كمية من النشا بالشكل ده وبتفركه بقى وردو على بشرتك يعني بتفركه مرة بده و مرة بده بتفركه وبتسيبها خمس دقيق وبعد كده بتغسلها بالماء الفترة عليها بالنسبة لي مصك الطماطم مع السكراب اللي هو السكراب ده بتعمله مرة بس في الشهر بالنسبة للطماطم مع النشا بتعمليها مرتان في الأسبوع لما توصلها طبعا للنتيجة اللي انت حبها بعد كده بتعمليها يعليها للأمان أو للحرص ان انت بشرتك على طول تكون مشركة مرة في الشهر بس اتخدها الأول طبعا تدريجي وصفة جميلة منسبة كل البشرات الناس اللي قللها منها وعندها حساسية بشكل عام من الطماطم اكيد متستخدمش الوصفة دي ولكن هي منسبة بشكل عام لجميع البشرات مجربوها واهم حاجة هقولها كتير جدا في الوصفات مفيش وصفة بتجيب معاك نتيجة من أول وممكن تحس بفرق أول ما تستخدمها هتحس ان بشرتك مضفة لانك طبعا هتعمل سكرب فهتزيل الجلد الميت ولكن انت عايزة تفتحها الدرجات فلازم ان انت تصبر على نفسك في الوصفة وصفة سهلة وبسيطة يا ربي اتنال اعجابك ولو بيعجبك وصفات بشكل عام ما تستطيع شبه الله يكوشي وصفة سكرب وتابعنا الكرام كمتوا في حفظ الرحمن والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته